اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وهي للظفر والنصر والثبات والربح والسلامة طبعا القمر بما انه موجود في برج العقرب فناخد من صفات برج العقرب وتأثيره بكون على جميع الأبراج في هاي الفترة منكون اكثر تطرفا في تصرفاتنا يا منحبه بشدة يا منكرهه بشدة منشعر بانتقاد الغير وحدته وبيلعب الجنس دور ملحوظ في حياتنا يجب ان نسيطر على مشاعرنا بشكل جيد لانه ممكن ننفجر في من حولنا تحت وطء الضغط عاطفي محبط توسعنا شراء بوليس التأمين او قراءة رواية بوليسية مثيرة او مشاهدة فيلم مغامرات واتخاذ قرارات حاسمة مثل شراء بيت مثلا او نصدرق بعض القرارات بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا كل الأوقات اللي أنا بذكرها هي بتوقيت جرينيش بالنسبة للزوايا الفلكية اول زاوية راح تكون لعنها هي زاوية تقابل سلبية راح تكون بين القمر وبين اورانوس وهي راح تكون في تمام الساعة ستة وستة وثلاثين دقيقة صباحا ابتخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني يفضل اخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك اما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية تسديس ايجابية راح تكون بين القمر وبين الشمس وهاي راح تكون في تمام ساعة عشرة وخمس دقائق صباحا منولي مزيد من الاهتمام لصحتنا ومنتلقى المساندة والدعم من الاصدقاء منتجه لتغليب العقل ومنصبح اكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا اما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية تثليث ايجابية راح تكون بين القمر وبين نبتون وهاي راح تكون في تمام الساعة ستة وتسعة واربعين دقيقة مساء بتعزز الخيال الخصب عنه وبيقوى الحدس وعليه فانه اكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا بمجالات ذات صلة بذلك الفن والديكور والتجميل وبما انه اليوم عنا زاوية للقمر اللي هي في مراحل النمو اللي هي التسديس وعنا هاي الزاوية مع نبتون فاليوم مناسب لقص الشعر او عمليات التجميل او الامور اللي إلها علاقة بمعالجة الشعر التالف او المتساقط فاليوم ممتاز لقص الشعر وعلاج الشعر اما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية التربيع سلبي رح تكون بين القمر وبين المشتري وهاي رح تكون في تمام الساعة 11 و7 دقائق مساء يجب توخي الحذر ممن يحاولوا استغلال طيبتنا وكرمنا اما بالنسبة للزاوية التي تليها والاخيرة هي زاوية التسديس ايجابية رح تكون بين القمر وبين بلوتو وهاي رح تكون في تمام الساعة 11 و12 دقيقة مساء بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وافكارنا ونتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا واحداث التغييرات المطلوبة بما ان القمر موجود في برج العقرب فخلو المسار القادم رح يكون يوم الاحد 12 تسعة بيبدأ في تمام الساعة 35 و32 دقيقة صباحا وبيستمر حتى تمام الساعة 38 و34 دقيقة صباحا لا ينتقل بعدها القمر لبرج القوس بالنسبة لعمر القمر عمر القمر الهلال الجديد خمس ايام في تمام الساعة 47 دقيقة صباحا بصير ست ايام نسبة الاضاءة بتصير 25% اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العذراء حتى يوم 22 تسعة منتحسة بنسبة 15% القمر في العقرب حتى يوم 12 تسعة اليوم منتزج بنسبة 20% ومعنى منتزج انه مثلا بيكون من الان لغاية ساعات الصباح منتحس يعني تقريبا لشروق الشمس بعدين بصير تقريبا ثلاث ساعات سعيد بعدها برجع منتحس بعدها برجع سعيد مرة ثانية لمدة ساعتين بعدين برجع منتحس فهاي الفترة لانه متقلب فمنقول ممتزج بأطواره ولكن بالنسبة لانه حوسته ساعاته ما بتتجاوز الـ 15% للعشرين في المية عطارد في الميزان حتى يوم 27 تسعة طبعا 27 تسعة ببدأ عملية التراجع هو سعيد بنسبة 15% الزهرة في العقرب حتى يوم 17 سعيدة بنسبة 15% المريخ في العذراء حتى يوم 15 تسعة طبعا ذكرنا يوم أمس أنه بلشت أحداث الانتقال أو عنف الانتقال يظهر على الساحة فعشان هيك دائما في مراحل انتقال المريخ قبل الانتقال وبعد الانتقال كم يوم بتبلش أحداث العنف أو الأمور اللي إلها علافة بالنيران أو التفجيرات أو المناطق المحتدمة شوي بتزيد هيك نوع من أنواع الدموية فيها أكثر التهديدات شغلات مثل هيك بتزيد بالفترة طبعا المريخ رح ينتقل اليوم 15 تسعة من العذراء للميزان هو منتحس بنسبة 15% المشتري في الدلو بيتراجع حتى يوم 18 عشرة منتحس بنسبة 10% زحل في الدلو بيتراجع حتى يوم 11 عشرة منتحس بنسبة 40% أورانوس في الثور بيتراجع حتى يوم 18 واحد منتحس بنسبة 10% نبت في الحوت بيتراجع حتى يوم 1-12 منتحس بنسبة 10% بلوتو في الجدي بيتراجع حتى يوم 16 منتحس بنسبة 10% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا اليوم بما أنه القمر صار موجود في البيت الثامن اتحرك من مقابلك تماما إلا أنه شوي لسه بأثر على الصحة هو بيت للأموال المشتركة وصحتك أو صحة أحد الأحبة بكون دائما بحاجة للرعاية أو الانتباه لا إلها اليوم في فرصة لمكسب مالي مصدر شراكة أو تعويض أو قرض مثلا أو أمور بنكية ولكن زي ما حكينا الأمور الصحية بتكون بحاجة للرعاية حاولوا أنك تعالجوا الأمور بموضوعية وتجرد وحاولوا أنك تكون حريص على تلطيف الأجواء استشير وتأكد من المعطيات قبل التوقيع على عقد أو على مشروع برج الثور بينصب تفكيركم حول تدعيم شراكاتكم اليوم القمر مقابلك تماما فهو بعزز الأمور اللي إلها علاقة بالشراكة أو علاقة الأزواج في بعض ولكن لما بصير القمر مقابلك بصير في ضعف في الطاقة عندك طاقةك بتنزل عشان هيك بدك تحافظ على هدوء أعصابك ونبرد صوتك حاول أنك ما تعرض لقاءك للفشل أو لقاءاتك ممكن هاي الفترة شوي تسبب لك نوع من أنواع الحزن أو ضعف الطاقة أو يعني تحس حالك مضغوط تشعر بالظلم بالقهر أهم شيء أنك ما تيقص وحاول أنك تكون صبور في هاي الفترة برج الجوزة طبعا القمر تحرك الآن وصار في البيت السادس لإلك وهو إلو علاقة بالعمل وإلو علاقة بالصحة فعشان هيك اليوم بتكون تنجزوا اللي بتقدروا عليه من العمل وحاولوا أنه ما تخلوا الأعمال هاي تتراكم عندكم فعشان هيك بدك تسعى باكر أو تصحى باكر وتتحرك لإنجاز أعمالك لأنه ممكن تتراكم عندك أو يصير عندك أكثر من عمل في نفس الوقت حاولوا أنك تنظموا جدول غذاكم تأخذوا قصد كافي من الراحة من وقت لآخر حاولوا أنك يعني ما تسمحوا لأحد أنه يشكك بقدراتكم ناقشوا واستفسروا عن التفاصيل حاول أنك تستشير الخبراء في الأمور اللي محيريتك أهم شيء أنك ما تتشبث برأيك وإستمع لأرأي الآخرين بهدوء وروية وحاول أنك ما تتسرع في قراراتك ممكن تنشغل اليوم بملف أو بمعاملة وفي منك رح يهتم ببعض الأمور الصحية برج السرطان ابتجتازو يوم إيجابي بيبحث على البهجة وعلى الانشراح واليوم ما رح يتخلى عنكم الحظ لا عاطفيا ولا ماليا اليوم ممكن تنجح في مفاوضات ممكن تحقق أعمالك تقدم واضح حاول أنك تخصص وقت لعائلتك ولأطفالك أنت اليوم مشحون بالحيوية والحماسة وبتقدر اليوم تتابع كل مساء لك بتقدر تتواصل مع محيطك بشكل جيد هاي فترة إيجابية عاطفيا وماليا وحتى بالحضوظ فما تضيعها من إيدك برج الأسد ابتنهم كل يوم في إدخال تعديل على الأمور البيتية أو على مسكنكم ممكن يكون عندكم نشاط عائلي أو لقاء عائلي أو مناسبة منكم ممكن يغير سكنه بميل بعض منكم للقاء أفراد العائلة أو لمديد العون لإلهم مساعدتهم ممكن تدخل في فترة فيها نوع من أنواع المواجهات مع الحبيب أو مع أحد أفراد العائلة بدك تضبط أعصابك الفترة هاي متوترة ما في داعي لأنك تزيد الحدية فيها ممكن تضطر للإهتمام بأحد أفراد العائلة اليوم أو بعطل منزلة أهم شيء أنك ما تهمل صحتك برج العذرة بتنشطوا اليوم في أمور العلاقة بالدراسة والسفر والاتصالات وبتكون نشيط جداً هذا يوم مناسب للي حابب يخرج فيه نزهة قصيرة وبتقدروا اليوم تعززوا العلاقة مع الإخوة مع الجيران هاي فترة مناسبة للمفاوضات شرط التحلي بالليونة أو بالرؤية الحكمة بالموضوعية بأي شيء يعني بدك تكون مرن حاول أنك اليوم تتكلم وتعبر عن عواطفك وتوضح أفكارك بشكل جيد بدون عصبية وبدون انفعال اليوم ممكن بعض أحدكم أو منكم بعض الأشخاص يطلقوا حملة ترويجية لسلعة معينة أو لفكرة معينة هاي فترة ممتازة وممكن تسمعوا اليوم خبر صار برج الميزان بينصب اهتمامكم حول ضبط ميزانيتكم والفرصة بتكون متاحة للحصول على مال بيكون على الأغلب من عمل إضافي هاي فترة حافلة بالعمال وبالمسؤوليات أهم إيش أنك تتفائلوا بالخير وتحاولوا أنك تنطلقوا اسعى للوفاق والحلول للوسط لطف الأجواء وحسن علاقاتك يعني اليوم إجمالا رح يكون فيه انشغالات على الصعيد المالي ممكن تكون فواتير ممكن تكون دفعات ممكن استحقاقات ممكن ترتيب وضع مالي معين يعني الأجواء تقريبا بتكون على الأغلب إلها علاقة بالمال برج العقرب طبعا اليوم أنتو عندكو نشاط وحيوية أكثر من الأيام الماضية وبينجذبلكو أفراد من الجنس الآخر أهم شنكو تبادروا لخطوة جديدة من شأنها أنها تدعم من مركزكم الاجتماعي بدور الأحداث بسرعة كبيرة مع وجود القمر في برجكم اليوم تستعيد كامل حيويتك فبتتلقى جواب بتنتظره ممكن تفرح لخبر أو لإنجاز معامل ما وممكن تنطلق بمهمة طال انتظارها هذه فترة جديدة يعني ممكن تدخل إش جديد على حياتك وتعتبر من أفضل وأكثر أيام الشهر حظا برج القوس بتجتازوا بصورة عامة يوم غير مريح لا صحيا ولا نفسيا وهو السبب أن القمر موجود في بيت المتاعب يعني لا غاية بكرة لا ينتقل ويوصل لعندكم تتغير الأجواء رغض عدم وجود أي مخاطر اليوم إلا بدونكم تنتبهوا لصحتكم إنجزوا فقط ما بوسعكم من العمل الضروري وإخلدوا للراحة بدكوا تحاضروا اليوم من بعض المحتالين ومن خيبات الأمل الحضوض في مثل هذا اليوم بتكون قليلة فعشان هيك ما تجازف ممكن اليوم ينتظرك تأخير أو فوضى من المستحسن عدم الارتباط بمواعيد مهمة برج الجدي بتنشطوا اليوم اجتماعيا وممكن تلتقوا الأشخاص بترتاحوا لهم أو بترتاحوا لصحبتهم بوسعكم تحقيق أمنية بمساعدة صديق أهم إشي إنك ما تعمل وحيد حاول إنك تشارك وتساعد وتتعاون مع الغير عشان تقدر تحقق النجاح المطلوب ممكن تفرح بوجود أحد الأصحاب وترفع عن نفسك في اليوم لقاء ودي ممكن يصير بشكل مفاجئ وتكون النتائج برضو مفاجئة برج الدلو يوم مناسب للي بيبحثوا عن عمل أو بيرغبوا في إدخال تحسين على عملهم واللي بيعمل بينجح بإثبات جدارته وبينالرضى المسؤولين منكم ممكن بعض الأشخاص يهتموا بصحة أحد الوالدين أهم إشي إنك ما تنجر وراء التسرع والإنفعال لدك تحاول إنك تكون هادئ جدا يعني القمر في مكانه بيشكل نوع من أنواع التحدي في لحظات معينة لأنه في بيت السمعة فعشان هيك ممكن شوي تكون غاضب أو تكون عدائي بدك تحاذر الخلافات ممكن اليوم بعضكوا يكرم أو يحصل على فرصة مهمة الأهم إنكوا تحافظوا على سمعتكم برج الحوت طبعا القمر الآن في مكان قوي جدا بالنسبة لإلكم فعشان هيك اليوم ممكن يصلكم خبر سار من بعيد أو من دولة أجنبية أو من أشخاص في مكان بعيد وممكن تشعروا بقوة العاطف مع الأحباء هذا يوم مناسب لإجراء مقابلة ممكن بعضكوا يسافروا في رحلة أو ممكن يفرحوا لإنفراج أو لتسوي مهمة أهم شيء إنكوا تهتموا بأولوياتكم في بعضكم ممكن يهتم بهواية جديدة أو بقراءة جديدة أو بدراسة جديدة اليوم بتكون عندكم الحيوية عالية بتكونوا متحمسين لمتابعة المساعي وكمان في قدرة على التواصل مع المحيط اللي عنده امتحان أو مقابلة هذا يوم ممتاز لهذه الأمور يعني الأجواء إيجابية برضو حاولوا تستغلوها هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء